أخت ميسا عاوز أقول شيء مهم للمشاهدين يعني سوريا ستبقى لمجيء المسيح ثانية مع أنه هذا الحرب مش شيء جديد من أول التاريخ وسوريا واجهت كل أنواع الحروب بحب أذكر المشاهدين أنه سوريا هي تعتبر واحدة من أولى الحضارات في التاريخ وطبعا إذا رحنا للعهد القديم نرى ذكر سوريا وممالك عديدة فاتت ودخلت وطلعت مسكورة جدا في العهد القديم لكن إذا رحنا للعهد الجديد في ميلاد المسيح يتكلم إذ كان كيرينيوس والي سوريا كانت سوريا ولاية في أيام الإمبراطورية الرومانية في أيام ميلاد يسوع المسيح ولما بطرس أعطى أجمل كلام عندما سأل المسيح من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان قال بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي وطبعا هذه الإعلانات وإعلانات أخرى وهي في قيصرية فليبوس على الحدود بين الأراضي المقدسة وسوريا كانت طبعا في منطقة سوريا وطبعا في ذكر كتير لكن بس عاوز أقول واحد من الأبطال يمكن مش مذكرين جدا أمام العملاق بولوس الرسول اللي هو حنانية اللي كان من دمشق الله استخدمه حتى يكون وسيلة خلاص ووسيلة شفاء ووسيلة رسالة لشاول الترصوصة لما الرب بقوله أيها الأخ شاول أرسلني الرب لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس فعلا وضع عليه الإيدين ونزلت القشور عن عينين شاول الترصوصة وامتلأ من الروح القدس وابتدأ يخدم في دمشق فكانت الإرسالية كأنه تحولت جزئيا من أورشالي من القدس إلى منطقة دمشق لكن الزكر الأكبر أنه سوريا أصبحت مركز الإرساليات المسيحية يعني من أنطاكيا سوريا لما صلت الكنيسة في أعمال الرسول إصحاح 13 وصلوا وصاموا وبعدين الروح القدس قال أفرزوا لي برنابة وشاول للعمل الذي دعوتوما إليه وضعوا الأيدي وأطلقوهم وابتدأت ما نسميها رحلات بولوس التبشرية على الأقل 3 أو 4 رحلات تبشرية إذا نعتبر وصوله لروما كمان كانت رحلة تبشرية من أنطاقيا سوريا وصل لآسيا الصغرى في الرحلة التبشرية التانية وصل لأوروبا والرحلة الثالثة كانت في آسيا في منطقة أفيسوس وهكذا انتشر الإنجيل إلى كل العالم القديم وهذا إحنا ككنيسة مسيحية مديونين لسوريا أنه كانت المركز المرسلي وكانت مركز الإرساليات التي بعثت المرسلين إلى كل أنحاء العالم القديم التي كانت آسيا أوروبا وأفريقيا التي وصلت منها الرسالة إلى كل أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر